هذه الأخ تسأل فضيلة الشيخ عن الآية الكريمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذه الحياة الطيبة ما هي شروطها وكيف تكون الحياة الطيبة التي ليس فيها كدر وليس فيها مرض ولا موت هذا يكون في الآخرة ويكون في الدنيا أيضا أنه يحيى على الطاعة وعلى العمل الصالح وعلى اليقين بالله عز وجل والإطمئنان